السلام عليكم شابي بازينة إن شاء الله كامل تكونوا بخير إن شاء الله كامل تكونوا على خير اليوم أتيت لكم بسلسلة جديدة وقيمة تتضمن مراجعة شاملة لمادة الهندسة الكهربائية هذه السلسلة مستمدة من موضوع شامل يحتوي على 104 ناس آلا للأمانة العلمية هذا الموضوع منقول عن الأستاذ القدير مصطفى سلامي هذه السلسلة سوف تجعل لكم هندسة كهربائية أبسط من بساطة بسيط تلميذ الأعزاء هذه السلسلة قسمتها إلى 12 جزءا الجزء الأول يحتوي على مناقشة الأسئلة واش معنتها نعطي لك سؤال جواب سؤال جواب وشرح سطحي للدوائر الكهربائية لأنه كين طلاب يحبوا هذه الطريقة خاصة لكم لغة مراجعة الهندسة الكهربائية أما باقي الأجزاء رح نحلوا الأسئلة بتفصيل من الجزء الثنين إلى غاية الجزء رقم 12 هذه الأجزاء كلها سوف تجدونها في تطبيق G20 واش معنتها سؤال لتلقى فيه إشكالية رح تفرج له وبإذن الله ما تلقى حتى إشكالية جمعها زينا فاصل ثم نواصل تلميذ الأعزاء قبل ما نبدأ المناقشة السطحية لهذا الموضوع واش مطلب منكم؟ رحوا لصندق الوصف تلقوا رابط حملوا ميلاف بدياف واتبعوه وتبعوني خطوة خطوة وبإذن الله العلامة الكاملة للجميع والله العلامة فوق 18 للجميع إن شاء الله هيا جمعنا نبدأ ونقرأوا هذا الموضوع هذا الموضوع يحتوي على خمس أشغلات رئيسية أشغل الأولى هي أشغل الدفع العلب أشغل الثاني أشغل الدمق اللاسقة الإشهارية أشغل الثالثة أشغل التقديم العلب أشغل الرابع أشغل الطبع تاريخ الصلاحية والأشغل الأخيرة هي أشغلة عدو الإخلاء العلب ثلاثة اللي هو الأمن أربعة دعامة خمسة أنماط تشغيل والتوقف بمجرد يعطي لكم جملة بإسم أنماط تشغيل والتوقف توقعوا باللي حيطلب منكم رسم حلقة جيمة هنا في حلقة جيمة وش هو الأنماط اللي موجودة فيها النمط الأول هو تشغيل تحذيري واللي هو المستطيل F2 مع أنتها F2 نراه موجود وجمع ما تقلقوش رح نشرحهم بالتفصيل إن شاء الله كنا نصلوا إلى تأجيمة تشغيل العادي أي نظام عنده تشغيل العادي اللي هو الإنتاج العادي اللي هو F1 مع أنتها نحتاج مستطيل حالة F1 توقف العادي ولا طلب توقف نهاية الدورة مع أنتها في هذا النظام وش يحتاج 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 A2 توقف غير عادي بسبب خلل مع أنت هذا النظام وش يحتاج 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 D1 إعادة تشغيل بعد الخلل واللي هو تشغيل بعد زوال الخلل وش نحتاجه هنا نحتاجه A5 وعند تحقيق شرط الإبتداء كونتسيو إنيسيا معنة كل منافذة ترجع الى الحالة الابتدائية معنة نحتاج بإذن الله هذا السلاح يسرعوا لبس بوسا سنذهب لبعدها بعضنا مخطط التنازل مخطط الشامل معطيات الدخول ومخطط التنازل معطيات الدخول ومعطيات الدخول ومعطيات الخروج طماطم مجهزة ومعطيات نوفيات نذهب لبعدها صفحة الموالية واش اعطانا اعطانا المناولة الهيكلية واشي الاسئلة واردة يا استير اول سؤال وارد واشي هو هو اكتب معادلة الشروط لابددائية كونديسيو انيسيال استير كيف نخرجها بسيطة جدا اذا اول حاجة كونديسيو انيسيال ماذا تسوي تسوي بزيرو في سي زيرو كيف عرفتها استير وروح نشوفوا حالة روافع كامل ولا نشوفوا الملتقيطات المضغوط عليها في حالة راحة بدون مواد الاولية كما هنا رافع ابي حالة راحة واش اعطاهها ف auraitكم حالة راحة اش كونيبالين يبقى في حالة احاقة داخلة هي ملتقيط بزيرو. اذا ملتقط بزيرو هو المضغوط وباحد مشي مضغوط. اذا واش تسوي بزيرو اللي تبيه بلي ساقة رفع حالة راحة وثاني حاجة وسيا رافعة سي كما لكم تلاحظون في هذا ملتقي طف chicken بتاعر الاني arribة ليساق داخلها وسي واحد ساق خارجه وكما كم تلاحظون ساق داخل في حالة طرحها. اذا و سي زيرو. بعد اذهب الى رافعة ا. استاذ لا ما دوتش ملتقطة على رافعة ا. رافعة ا. تحاكم تحاوها دي استقال فيها ملتقطة العمل فقط. ما عند هذا الملتقط وكتيت تضغط كي تخرج الساقة رافعة. اما ملتقطة رجوع ما كياش. على هذه الساقة رافعة ما كياش. استاذ لا ما دوتش ملتقطة بي سي فر و بي واعد و بي ثنين. هذو الملتقطة تع مواد الاولية. انا وش قلتكم كونديسيو انسيال وش هي. هو كين واحد الزر اينيت. كي تضغط عليه اينيت كوشي يرجع الى حالة الابتداء. معندها المونفذات ترجع الى حالة الابتداء. يعني ما عنداش علاقة بالمواد الاولي. مواد الاولي عندها علاقة بالامور التحضيرية. اذا شرط الابتداء تسوي بي زيرو فا سي زيرو. ثاني سؤال ويرد يقولك ما نوع الملتقطات بزيرو بواحد. هي نسمية ملتقطات نهاية المشوار او ملتقطات نهاية الشور. اما بي سي فر و بي واحد على احساب الجدول الاختيار. قادة تكون ملتقطات سعوية حثية كهاروضوية الى اخره. ثاني حاجة كي تحصل من متمنتع اشغالة لازم تحدد الاشغالة بها تركيز تاك يكون اعلي. كما هنا اطلب مننا متمنتع اشغالة اللي فيها رافعاسي. اذا هذين ديروا في وسط الاطار. بها تركيز تاكي يزيد وما نغلط حتى حاجة. هذا بنسبة المناولة الهيكلية. رحوا لبع صفحة الموالية اللي فيها جدول الاختيارات. في جدول الاختيارات نحتاجه نحتاجه معطيات تعلم محركات حمولات ثلاث طر الى اخره. في نص الوقت نحتاجه جدول الاختيارات للمتمن. لو كان يقول لك استخرج متمن من وجهة نظرة جزء التحكم. اذا شكو هي الافعال? الافعال هي المنفذات المتصدرة والملتقطات هي الاستقباليات. مثلا لو كان يطلب منك شغولة الدفع. اذا شكو هو الفعل? الفعل هو اكين فعل واحد. اما الملتقط وشي هو بي ثلاثة والآ. هذا كي يطلب منك متمن من وجهة نظرة جزء التحكم. اذا المنفذات المتصدرة هي الافعال. والملتقطات هي الاستقباليات. لو كان يطلب منك متمن من وجهة نظرة جزء من تحكم. هذا سؤال ما ج��inis. اذا الافعال هي المنفذات والملتقطات هي الاستقبالية. مثلا وشغلها تتفع وشغلها خروج ساقة رفع A لا تكتب لهم دي أزايد لا تكتب لهم دي ساقة رفع A والملتقيطات في شموة P3 هذا بالنسبة للمتامي ثاني شي لازمنا نعرف ونقرأ جدول الاختيارات من حقالي جيك سؤال يقول لك وش معانتها A-R ايضا ايجابها موجودة زر التوقيف وش معانتها A-R-A وش معانتها زر اعادة تسليح وش معانتها أوتو مانو مبدلة الاختيار تشغيل A-L-E وهذه الأسئلة مباشرة وآخر حاجة في الجدول الاختيارات لازمنا لونه توتر تا الشبكة كما كنت لاحظوا توتر الشبكة هذه الشبكة توفرنا توتر بسيط 220 فولت و 380 توتر مركب و 380 هذا تعد عندي حمولة ثلاثة طور اذا هاريت لونه و 220 فولت لتوتر بسيط نحتاجه في المحاولة توتر اول يساوي 220 فولت الى اخير احنا يجمع كملنا جدول الاختيار اللي بعدها متمن الأمن وشي الأسئلة الواردة في المتمن الأمن قد يجيس لك سؤال مواظفة X20 إذن X20 بما أنه عبارة عن مربع مزدوج هي مرحلة توقف و X211 هي مرحلة تشغيل إذا متمن الأمن يوقف النظام يشغل النظام 100 هي مرحلة توقف و 101 مرحلة تشغيل عادي أو إنتاج العادي قد يجيس لك سؤال مواظفة مرحلة X20 بتجاوب هنا شوف الأفعال إذن كينزوج أفعال إذن ما وظيفت X20 وظيفتها تنشيط المرحلة X100 وتخميل باقي المراحل من 8 قيادة والتهيئة وتنشيط المراحل الابتدائي لكل أشغولات 10, 10, 30, 40, 50 وتخميل باقي المراحل من 8 إنتاج العادي وهذا الأمر يبقى سير المفعول إلى غاية زواء الخالة وكتهي يزيل حتى التنشيط 201 أما 211 كما جاوبتكم هي مرحلة الإنتاج العادي مع أن تنظام رأى في حالة الإنتاج العادي ما هي عيوب متمن الأمن كما تلاحظون هنا متمن في زوج مراحل وما هي العيوب بتاعه إذن مرحلة X200 واحد يكون نشاطها جمعة نشاطها X200 ومن 200 واحد يتخميلها يتخميلها نفس المرحلة X200 وهذه نسميها استحالة تكنولوجيا في التكنولوجيا المربوطة سواء المعاقب كهربائي ولا هاويل إذن هذا المتمن ما نقوم بإنتاجه في التكنولوجيا المربوطة على هذه كفين حلو المشكل لازم نزيده مرحلة نسميها 202 ومن خللوش كل مرحلة نشاطها نفس المرحلة وتخملها نفس المرحلة وهذا الجواب تلاحظه بالتفصيل إن شاء الله في الأسئلة المقبلة إن شاء الله هذا بنسبة للمتمن الأمن روحوا لي بعدها متمن قيادة والتهية واشي الأسئلة وارلة سؤال أول واشي يقول لك ما وظيفة X100 بما أن مربع مزدوج هي مرحلة التوقف ولا مرحلة رأسية زيدو X1001 شوف الفعل تحتها ما وظيفة X1001 شوف الفعل بتحتها تهيئة النظام ورجوع المنافذة إلى الحابة الإبتدائية حتى يتحقق Condition Insta وقد ما حكنا عليه خرجناها لنظرنا نظرنا بزيرو في سين زيرو روحوا لي بعدها مرحلة 102 واشو وظيفتها تهيئة متمن إنتاج العادي وذلك بتنشيط الأشغل واحد ومرحلة الانتظار خمسة ثلاثة هذه بنسبة لمرحلة X102 سؤال لي بعد موظفة X103 وظيفتها التشغيل التحذيري موظفة X104 تشغيل آلي موظفة 105 طلب توقف نهاية الدورة موظفة 106 تشغيل يداوي هنا أسئلة بسيطة جدك جمعات تلفلهم يبعثوا لي أسئلة وستدوش مع أنتهم 1304 وروح شوفوا الفعل المرافقة هذه هي الإجابة انتع هذا بنسبة لمرحلة من قيادة والتهيئة وشي الأسئلة والأخرى نقول لك كم يحتوي نمط تشغيل متمن قيادة والتهيئة هناك ده عندي نمط تشغيل عندي زوج عندي التفارع الأول اللي هو نمط تشغيل الآلي ونمط تشغيل الثاني اللي هو يعني عدد التفارعات هي عدد أنماط التشغيل هذا بنسبة للمتمن قيادة والتهيئة رحوا لي بعدها أشغولها أعطانا أشغولة واحدة اللي أعطانا أكيد سيطلب مننا مثلا معادة التنشيط والتخمي تزيد معاقب كهربائي هوائي مبامج آلي إلى أخير هاي رحوا الصفحة الموالية هنا يا وش أعطانا عطانا ماتمن إنتاج العادي ماتمن إنتاج عادي جدا في أشغولة في خمس أشغولات قد يجيك سؤال ما وظيفة X1 X1 هذه هي عبارة عن أشغولات الدفع ما وظيفة X2 هي أشغولات الدمق إلى آخر هذه الأسئلة ويرد بنسبة ماتمن إنتاج العادي ماتمن إنتاج العادي وشهو وظيفته وظيفته تنسيق ما بين الأشغولات سؤال آخر يقول لكم نهاية العد والإخلاء هذه الاستقبالية بماذا نقدر نعوضها؟ كيف نعرف هذه الإجابة؟ بما أن تطلب مني استقبال نهاية العد والإخلاء هي نهاية الأشغولة خمسة نعوض نهاية العد والإخلاء بالإستقبالية بماذا يقول لكم نهاية الطبع ونعوض نهاية العد والإخلاء بالإستقبالية بماذا يقول لكم نهاية الطبع ثاني حاجة قد يجيب سؤال موظفة X54 في المتمن الانتاج العدي نهاية العد والإخلاء إذن X54 نجمع هذه هنا إذن X54 وشو وظيفتها؟ كيف تكون لي واحد منطقة ماذا سيصرها؟ المتمن الانتاج العدي سيطور من أشغولة خمسة وينها سيروح؟ لروح لمرحة الانتظاق خمسة ثلاثة إذن مش نقولون X54 تساهم في تطور متمن الانتاج العادي من أشغولة خمسة إلى مارحة الانتظاق خمسة ثلاثة روحوا لي بعدها نهاية الطبعة تخيلوا لنهاية الطبعة للمثال لقناها X47 إذن ما وظيفت X47؟ X47 تساهم في تطور متمن الانتاج العادي من أشغولة خمسة إلى تشغيل متزامن لماذا نقول تشغيل متزامن؟ لأن هذا تعاقب إلى تشغيل متزامن بين أشغولة خمسة إذن هذه القابلية لتحقق نهاية الطبعة 004 تساهمت يمنذ عmanuel بوقعة allow. 2 إذن من أجه العادي X45 تساهم في تطور متمن الانتاج العادي من أشغولة خمسة إلى مرحلة الانتظار خمسة ثلاثة يجيب السؤال ما وضيفة X5 هنا هي إشارة نداء من الأشغولة 5 من 8 إنتاج العادي هذه ما معانتها X5 معانتها أشغولة معانتها رهي نشطة ومعانتها المتمنة حيبدأ يمشي X5 بار عكس تاحه ونفيه ما معانتها غياب إشارة نداء من أشغولة 5 من 8 إنتاج العادي روحوا لي بعدها لي بعدها قناة تركيب إلكتروني تركيب إلكتروني هذا فيه ثلاث طوابق الطابق الأول بما أنه يحتوي خلية كهروضوئية اللي فيها ديوت ضوئي ومقحة كهروضوئي دي ما نسميه طابق الكشف وبما أنه المدى الأولية هي علوب الطماطم إذن وش نسميه طابق الكشف عن مروع علبة الطماطم إذن R1 وشو وظيفة R1 لو كانت نحي R1 وش يصير الباعث الضوئي رح يتلف إذن R1 أي عنصر حسس للتياه كهربائي لازم نزيده لمقاومة بنحده التيار ونحميه إذن R1 وشو وظيفته تحديد التيار لحماية الباعث الضوئي دي واحد ولا ثنائية الضوئية دي واحد رحوا لي بعدها ثنائية الضوئية دي واحد والمقحة الكهروضوئي وش مع بعضهم يشكلوا لي خلية كهروضوئية ولا ملتقطة الضوئي إذن وشو وظيفته ووظيفته كشف عن العلم دي واحد نسميها باعث للضوء وتي واحد وش نسميه مقحة الكهروضوئي مستقبل للضوء يعمل في حالة التبديل رحوا لي بعدها R2 لو كانت نحي R2 وش يولي تياه من VCC مربوط بالجين دي وهذه يسميه دارة القصة وهذا المقحة T1 يتلف إذن R2 وش وظيفته وظيفته تحديد التيار لحماية المقحة T1 وبما أنه مكاش مقاومة على القاعدة هنا كذلك وش يحميلي يحميلي مقحة T2 ويحقق لتيار تشبه تعويلي أنه T2 يعمل في حالة تشبه وش معانتها تشبه ولا تبديل معانتها يتحكم في الوشعة مغذات ولا غير مغاثة T2 مقحة يعمل في حالة تبديل وظيفة تتحكم في تغذية الوشعة D2 هو ديود يسمى العجلة الحراء وش وظيفته له لازم نديره على تفرع بين طرفي الوشعة ولا نديره على تفرع بين طرفي الوشعة نحمي المقحة T2 من تيارات المخزنة في الوشعة إذن دي اثنين عجلة حراء وظيفتها حماية المقحة T2 رحوا لي بعدها بما أنه عندي وشعة وعندي متمس هذا التمس يغير حالة تأوه يرتد وهذا الارتداد سيأثر في العداد نتخلص من الارتدادات لازم نخدمه طابق ضد الارتداد إذن طابق ثاني وش يسميه دارة ضد الارتداد شو وظيفتها تخلص من الارتداد متسبب فيه استجابة الملمس والله الملمس يرتد كل ما يغير حالة تأوه لا يثبت مباشرة يبدأ يرسد قلاب اير اس هذا وشي هو هذا قلاب اير اس انجز بوابات نور علاقة انجز بوابات نور لأنه الاس والاير هنا ما كشنا في فيهم مع انتها مخدمين بالبوابات نور والاير والاس ينشطوا بالمستوى الاعلى وشو وظيفة هذا القلاب اير اس وظيفته تخلص من الارتدادات عن طريق الذاكرة الداخلية لا المقاومة واحد كيلو اوم واحد كيلو اوم لكا نحن وشحة تولي خمسة فولت مربوطة بالجين دوت ولي دارة القصر وشحة تلفلي يتلفلي الار والاس تلفلي دارة إذا موش نقولوا مقاومة واحد كاو وظيفته تحديد التياح لحماية المداخل اير واس رحوا لي بعدها الوشي عامه التامس شو سميه نسميه مراحل كهروميغناطيسي والمراحل كهروميغناطيسي shotatura وظيفته عزل الدارة الاولى تعتبق لاول على طابق الثاني ولكن مثلا طابق الثاني يعطي دارة الاستطاع المحاركة شو نقول этому مراحل كهروميغناطيسي وو وظيفته عزل دارة التحكم على دارة الاستطاع طابق الثالث واللي هو طابق العدد كما كم تلاحظوا أول حاجة باش مخدم العدد مخدم بثلاث دواء من دبجة 74 إلى 60 معنى فالعدد هذا قد حيكم في رقمه حيكم في ثلاث أرقام أحد عشرات مئات العدد لازم شرط نهاية الثلاث إذن هذه الدارة منطقية وش هي هي التي تحقق شرط نهاية الثلاث وهي عبار عن بوبا واو مربوطة بثلاثة مدخ أي عدد لازم تكون عنده مس وبما أنه عندي أكثر من طريقة المس وش نحتاجه نحتاجه بوبا أور إذن وش هي طريقة المسح الأولى طريقة المسح الأولى إما عن طريق ملتقط الكشف عن الشريط مجرد أنه يسوي هذا واحد حي تمسح العدد وطريقة ثانية باستخدام الخالية أرسي هذه نسميها مسح خارجي آلي إذن وش نقوله نقوله العدد يحتوي على طريقتين للمسح فيزوش خارجي هتين طريقة الأولى مسح خارجي آلي كنشوف مكثيرنا نسميها آلي باستخدام خالية أرسي وطريقة ثانية مسح خارجي باستخدام الملتقية لتكشف عنا الشارعين نروح لبعدها القلب الرس نقدم نبدل قلب الرس إنجاز بوباة ناند أينما اس والر ينشطو بالمستوى الأدنى مي بشرط بهذا التركيب نديره في طابق ثاني وش نعكسه؟ نعكسه ما بين خمسة وفوت والجيندي بهذا الشكل بهذا نجنبه حالة عدم التعيين ولا حالة غير معرفة إذا هذا القلب وش نسميه؟ نسميه قلب الرس إنجاز بوباة ناند لماذا؟ لأنه الاس والر ينشطو بالمستوى الأدنى ولا ينشطو بالمستوى الأدنى يجيهم صفر ينشطو يجيهم واحد يخام له تلميذي الأعزاء اللي عندهم مشكلة في دوائر الكشف وميعرفوش يملؤ الجدول لتشغيل أضغطوه على رقم واحد هذا رقم واحد تلقاه هي سارة تطبيق يتضغط عليه مباشر تطرح الفيديو وتفرجه ومبعدها تعود ترجح تكمل السوجي انتاعك رخوا لي بعدها وش عطينا شبكة كهربائية ولا نسميه نظام التغذية شكل ثمانية كما كنت لاحظوا هذا النظام التغذية وش يغذي لي؟ يغذي لي حمولة ثلاثة الطور هذه الحمولة ثلاثة الطور عبارة عن مقاومة اير متزينة وكما كنت لاحظوا ربطة على شكل مثلاثي إذا موش نقوله في هذه الحالة إقران المقاومة هو إقران مثلاث والاقران المثلاثي كل ملف رقز ليسعني مليح كل ملف واحد لو كنت نقول مقاومة واحدة يخبر تغذى بتوتر المراكمب. و كل مقامة تلك الملات الخط ينصب thats اتضائي تيار لدينا تيار حمولة. صحيح و في الربط المثالث والتيار Gi وليا لا يص chains. بما انو الحط المثالثي تيار الشبكي بما انو يس elesally gets less than gusta a barter G هذا كي يعود ربطا مثالث тор مقاومة وتولي التغذيب بالتوتر مركب. اذا كان الرابط نجمي ايه اكس اذا كان الرابط النجمي ما تولي مقاومة. كل مقاومة واحدة. يجب علينا نقول مقاومة واحدة ليس نقول لي مقاومات مع بعض. كل مقاومة واحدة ليوت غذيب بالتوتر بسيط والتيار اي وجي يكون متساوي يستخدم ان هذا ي تقوم بالربط النجم. انا ما ارطانها مو ثلاث. اذا في هذه الها how? ما تلاحظون ربط ليس انو الضلاث. نرى المدخل مربوط بالن ودوزية مربوط بالن وما معناتها ما بين فازونتها 220 فورط إذا ما نقوله محول خافظ 220-24 نروحولي بعدها طابق كشف عن علب الطماطم أعطاهنا بصيغة أخرى وبتركيب أخر في هذه الحالة أعطاهنا مقارن تماثلي إذا ما هي الأسئلة وردة هنا يا أثلاثة وشو وظيفتها جمع ركزهم عامله كنا نقوله لأير وشو وظيفتهم متحديد التياك كما هنا دي واحد لن نرى لها أير واحد لنقص دي واحد المقارن تماثلي ما يخدمش بتيارات على بلن يتحدم بأيكم بأيكم غير في التوترات ولأ ندلو المقاومة وشو وظيفة المقاومة كما هي التوترات بقاسم التوتر والذي يDrive 3 و E Air 4 لنقص توترات المرجحية و المتغيرة لأير 3 هو وظيفتها فلنقص توتر قطبة就是說 من واي يضافتها تحديد التوتر لنقص توتر كيعاب أجّد مع بعض وميع تحكموا في التوتر ما بين 0 وولт حتى 12 وولت نزيده ونقصه ما بين مجال زيرو فولت حتى ان ثناش فولت واربعة هذي اجمعه وش تحقق لي اربعة هذي اللي تحقق لي توتر في ناقص وهذا توتر في اي ربعة سمي توتر مارزعي لنسمي توتر مارزعي ولا توتر ثابت لان هذا الجسد كامل عبارة عن مقاومة ثابتة غير متغيرة اذا شو نقوله في هذه الحالة في ناقص هو نفسه في اي ربعة ويسمى توتر مارزعي روحوا لي بعد ايربي بما انه مربوطة بقاعدة ترزيستور اذا شو وظيفتها تحديد التيار لحماية قاعدة مقحلتي اثنين وبما انه مقحلتي اثنين يعمل في حالة تبديل ايربي كذلك شو وظيفتها تحديد التيارة تشبج جماعة اللي يحب يفهم هذه الضراء وطرقة مبدأ تاحها ويملل جدول والشي يضغط يضغط على ايقونا رقم اثنين مباشرة راح ديقي ديك وتروح الفيديو وتفرج له وبعد ترجع تكمل سجين تاعك نروحوا لي بعدها كما كم تلاحظوا هنا عندي بوابات ناند وممكنها مكثفة اذا هذا الطابق وشو نسميه طابق توليد اشارة سعى باستخدام بوابات نافي سي ام او اس وهذه اشارة سعى غير قابلة للضبط لماذا لانه ما عندش مقاومة متغيرة مع انتها حتمد للدورة ثابت ما هنقدرش نزيده فيه وما نقدرش نقصه اير واحدة اجماعة وشو وظيفتها وظيفتها حماية المدخل بوابة بي واحدة هذي اير واحد ما عندش علاقة بالشحنة والتفرق شكل عندها علاقة بالشحنة والتفرق اللي جايين بمبين بوابتين يجيينين في النقطة الوسطية جماعة اللي حبي يفهم توليد اشارة سعى باستخدام بوابات نافي سي ام واس وش يضغط يضغط على رقمه ثلاثة وباذنينه يلقوا شي مريكا نروحولي بعدها تركيب هذا ماذا يمثل يمثل عداد تصعودي استاذ كيف عرفتوا عداد تصعودي روحوا لما داخل ايرام هنا وش عطالي اعطالي رسات فقط ما عند هذا العداد وش يحتاج يحتاج المس معناتها هذه البوابة هي البوابة OR ومع أن المسح يدفع به بمستوى الأدنى لذلك البوابة غير منفعة يجب علينا نقوم بإذن البوابة OR، لأنها تكون أكثر من طريقة المسح حيث لن تأتي البرنامج عن طريق مسح الداخلي الذاتي التي تتعدي به شرط النهاية العدد؟ إنه شرط نهاية العدد يمر بها أحد مدافعاً نوع من المسح الثاني وهذه التعديد هو مسح الخارجي عن طريق روميز A0 البوابة هذه الشرط نهاية العدد إذا عدد X5 تسوي السعر في إشارة 9 سعر في إشارة 9 سعر العدد لا يحسب إذا عدد X5 تسوي السعر في إشارة 9 سعر العدد يحسب إذن X5 ما وظيفتها إذن بالعدد أي حاجة مربوطة بإشارة 9 سعر نسميها الإذن وبما أنه تركيب عدد سعر الإذن بالعدد لما أرى عددات التصاعدية يضغط على أيقونة رقم 4 في التطبيق والتطبيق سيجريك هو وبعدها تكمل أرجع السوجي وكمل الأسئلة هيا روحوا لي بعدها روحوا لي بعدها شكل رقم 10 بما أنه عندي مكثفة C2 وعندي تماس اسم T1 إذن هذا مؤجلة باستخدام خالية RC روحوا لي بعدها R5 هي مقاومة الشحن وبما أنه زمن تأجيل في المؤجلة التماثل هو زمن الشحن إذن ماذا نقوله R5 تحديد الزمن التأجيل تخيلوا لو كما تكونش R5 تسوي السعر زمن تأجيل دي ما يسوي السعر كما تزيد مقاومة R يزيد زمن تأجيل بعدها ثبت زمن تأجيل لازم تحدد قيمة المقاومة R5 إذن R5 ووظيفتها تحديد زمن تأجيل X43 ووظيفته تماثل ووظيفته الإذن وبما أنه تركيب مؤجلة ووظيفته إذن بالتأجيل A4 باش مربوطة مربوطة بالتفريق ووظيفته تفريق المكثفة C2 جمع علموش فهم مؤجلة تماثلية باستخدام المكثفة وثنائزين ووشيدير يضغط على رقم 5 في تطبيق يسار الشاشة بعدها أعطى لي NO555 كما أعطى لي NO555 يجب أن تسرعوه يجب أن تعرف هل هي مولدة لإشارة الساعة أو مؤجلة يجب أن تعرف هذا يجب أن ترى قطبة 2 و7 إذا لقيت 6 مربوطة مع 2 توليد إشارة الساعة ودورتي يسوي T-A إذا لقيت 6 مربوطة مع 7 ووظيفته مؤجلة وهنا زمن تأجيل يسوي T-A فقط بما أنه 6 و7 مربوطة مع بعض إذا لم تقلوا هذا التركيب على الشكل 11 ونسميه مؤجلة باستخدام دارة مدمجة NO555 قابلة للضبط لا أقول قابلة للضبط لأنه عندي مقاومة متغيرة P إذا هذه المقاومة متغيرة P إذا سؤال ما وضعت مقاومة متغيرة P إذا ووظيفتها الضبط الزمن تأجيل كيتعوض للمقاومة متغيرة بالصفة حيث يتمد لك أقل قيمة لزمن تأجيل وكيتعوضها بأكبر قيمة لها حيث يتمد لك أكبر قيمة لزمن تأجيل روحوا لي بعدها X43 X43 بما أنه ملمس إذن وبما أنه تركيب مؤجلة إذن متأجيل إذا وش دار الأستاذ هنا يا؟ هذا التركيب بدلو بتركيب الثاني روحوا لي بعدها المكثفة المربوطة بخمسة وش وظيفتها ننزل شوشرة الإلكترونية والله وش نقوله تساهم في استقرار إشارة الخروج جماعة لموش فهم NO55 مؤجلة وش يضغط؟ يضغط على رقم ستة يسار الشاشة في التطبيق G20 هيا روحوا لي بعدها روحوا لي بعد أعطى لي NO555 من سرعش لازم شوف حالة الأقطاب ثنين وستة وسقع هيا شوفوا جماعة شوها يا ثنين وستة مربوطين مع بعض كتلة واحدة بما أنه ثنين مربوط مع ستة هنا NO555 وش وظيفتها توليد إشارة الساعة وهذه إشارة الساعة غير قابلة للضبط لأنه لا يوجد مقامة متغيرة من بعد أجمع كيف نخرج عبارة دورتي عبارة دورتي ماذا تساعد؟ مقامة شحن زائد مقامة التفريغ في سعة المكثرة C3 في آلين ثلاثة إذا كيف نخرج أستاذ؟ مقامة الشحن أصم خط من خمسة فولت حتى نتوصل المكثفة إذا مقامة شحن تساعد RRB ومقامة التفريغ أبدأ من المكثفة ونذهب إلى القطب السبعة إذا مقامة التفريغ أنا خدمتها لكم بلون الأصفل مع أنتها RRB الكل فيواج في سعة ثلاثة في آلين ثلاثة إذا دورتي ماذا يساوي؟ يساوي RA ZRB ZRB بتاع التفريغ الكل في سعة ثلاثة في آلين ثلاثة تخرج RA Z2RB في سعة ثلاثة في آلين ثلاثة في ذلك الأعزة للموج فهم توليد إشارة سعب باستخدام NO5555 يضغط على رقم سبعة يسار الشاشة في تطبيق G2020 رحوا لي بعدها أعطانا SAA 2027 هذا الطابق يسميه طابق التحكم وماذا هو وظيفته؟ وظيفة التحكم في وشائع محرك خطوة SAA 2027 دار عليها فيديو هيل وكما سيعجبكم إن شاء الله هذه البنية الداخلية تحتوي على إزاح يمين دوراني أو يصد دوراني وفيها طابق التضخيم إذن هذه SAA 2027 ووظيفتها تحكم في تغذية الوشائع محرك خطوة بخطوة بيتتابع رحوا لي بعدها مجرد تشوف SAA 2027 اكتب K1 يساوي 1 و K2 يساوي 1 رحوا لي بعدها هذو ربع وشائع هما ربع وشائع محرك خطوة خطوة إذن عدد الوشائع يساوي 4 لأن قد يجب سؤال يقول لك أحسب عدد خطوات محرك خطوة خطوة وعدد خطوات تساوي K1 في K2 في MVP رحوا لي بعدها يمد لك SAA 2027 ديما تشوف الآن المود اللي هو الاتجاه الدوران أسكو مربوط بـ 12V أو 0V هل هو مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة وأكيد سيمد لك جدول تشغيل رحوا البوابة هذه بما أن البوابة مربوطة بإشارة الساعة إذن وش وظيفتها الإذن XAA وش وظيفتها إذن بالإزاحة وبما أن هذا التركيب يتحكم في متوقعة إذن XAA دق إجابة وش هي إذن بتدوير محرك خطوة بخطوة إذا كانت XAA تساوي 0 محرك خطوة خطوة يكون متوقف إذا كانت XAA تساوي 1 رحوا لبعدها الطابق رقم 1 بما أنه 2 مربوط مع 6 إذن وش وظيفته توليد إشارة الساعة باستخدام N O 5 5 5 اللي حكينا عليه في اللغة إذن نجمع S N 74 L S 1889 سجل الشامل هذا السجل الشامل ووظيفته تغذية الوشائع محرك خطوة خطوة بيتتابع وغلا به تسلسل وجمع هذا السجل ركزه عليه مليح مليح لأنه متوقع أنه يجي في 2024 بقوة لازم تفهمه مليح مليح وبالتفهمه هذا S N 74 L S 1889 لازم تعرفون نمط التشغيل S 0 وشوفوا الجدول تحت تشغيل كينا ربع احتمالات شوفهم في الفيديوهات التابعية ستجدهم بالتفصيل رخوا لي بعدها طابق هذا يسمى طابق التضخيم باستخدام مقحة أحادي قطبية هذا المقحة يسميه مقحة موصفات كانال هذا هو الشكل انتاو هذا المقحة يضخم التيار لوشعة محارك خطوة بخطوة وكما لاباكم الوشعة وش فيها فيها تيارات تحريضية وش لازمين دير عجلة حرة هذه العجلة حرة ديش وظيفتها حيمية المقحة المصفات كانال وكما كم تلاحظوا هذا كامل وشعة محارك خطوة خطوة كده كين طورة كده كينة وشعة كده أربع وشعة رحوا لي بعدها XR XR مربوطة بإشارة 9 إذن وش وظيفتها إذن بالإزاحة وبما أنه 74LS198 تتحكم في تقضية الوشعة بتتابع إذن XR وظيفتها إذن بتدوير محارك خطوة بخطوة جماعة لما وش فاهم 74LS198 وش يدير يروح ليسار الشاشة ويضغط رقم تسعب في تطبيق G2020 اللي بعدها اللي هو طابق الاستطاع وطابق الاستطاع هذا عبارة عن وش عبارة عن محارك خطوة بخطوة ضواره ذو مغناطيس الدائم وش الحويج لازم نخرجها من هذا المحرك أول حاجة وش لازم نخرج عدد الوشعة كده عندي وشعة بما أنه عندي وشعة ذو نقطة وسطية كل نصف ملف نعتبره ملف إذن كده عندي ملف ثنين ثلاثة أربعة إذن ماذا تساوي تساوي أربعة أطوى ثاني حاجة وش لازم نخرج لازم نخرج عدد الأزواج الأقطاب بما أنه عندي قطب الشمالي وقطب الجنوبي عندي زوج أقطاب مع بعضهم يشكلوا لي شكلوا لي زوج واحد وكذلك نقدر نخرجه كواحد اللي هو قطبية الوشعة أي وشعة عندها نقطة وسطية قطبية الوشعة تحكى واحد ماذا تساوي تساوي واحد لو كما نلقاش نقطة وسطية كواحد وش يساوي يساوي اثنين هذا بنسبة المحرك خطوة خطوة دواه وذوميغناطيسة دائم تلميذ الأعزاء اللي عنده مشكل في محرك خطوة خطوة طريقة بسيطة جدا اوشي دير يضغط على ايقونا رقم عشر يسار الشاشة في تطبيق جي توني توني نشوفو لي بعدها الطابق الأول نجمعه هو طابق دارة الكشف عن درجة الحرارة كيف عرفتم طابق كشف عن درجة الحرارة أي طابق تلقى فيه خلية حرارية نسميه طابق كشف عن درجة الحرارة وهنا RCTN هي مقاومة حرارية ذو معامل سليم معانتها كل ما تزيد درجة الحرارة تنقص القيمة تحها وكي مدلك مقاومة حرارية رح ابحث عن الوثائق صنع تشوفوا تغيرات المقاومة RCTN بدلالة درجة الحرارة رحوا لي بعدها هو مذخم عملي يعمل عمل مقارن ولا نسميه مقارن تماثلي واش يدير مقارن تماثلي هذا؟ يقارن بين توطر مرجعي V1 ولا نسميه VR80 لا نسميه توطر مرجعي لانه هذا الجسر الكامل في مقاومة ثابتة مقاومة متغيرة ويقارن ما بين توطر ثاني و V2 يعبر عليه VR60N هذا توطر نسميه متغير لماذا؟ لانه مقاومة متغيرة بدلالة درجة الحرارة كل ما تغير المقاومة يتغير التوطر اذا ماذا نقول هذا؟ مقارن تماثلي يقارن بين توطر مرجعي V1 وتوطر متغير V2 والر7 والر8 واش نديرو بهم؟ نوفروا بهم توطرات وإن لا نديرو ولكنه مقاومة تغير التوطر نذهب لبعدها بما انه عندي اطالة معين اذا هذا الذي نسميه؟ نسميه طابق تقويم ثنائي النوبة وبما انه كان هنا تيرستور نسميه متحكم فيه وبما انه اطالي جسر مقاوم مختلط اذا واش نسميه هذا طابق؟ نسميه طابق تقويم ثنائي النوبة باستخدام جسر غريتز ربط مختلط وش نسميه هذا؟ نسميه تقويم ثنائي النوبة باستخدام جسر جريتز جسر مقوم مختلط وش وظيفت هذا الطابق؟ وظيفة تقويم الإشارة في إتجاه واحد يقلب إشارة في إتجاه واحد ويزيد وينقص فيها معانتها يتحكم في الحمول يزيد وينقص في الحمول عن طريق زاوية تأخر القدر تلميذي الأعزاء لموش فاهم التقويم سواء كان أحادي النوبة أو ثنائي النوبة سواء كان مراقب أو غير مراقب وش دير يضغط على إحداش وحيلقى كل شي بالتفصل إن شاء الله وكل شي حيوالي بسبوسها رحوا للي بعدو اللي بعدو وشي هو دار التحكم في مقاومة التسخين باستعمال تركيب موضح في شكل 15 جماعة هذا التركيب وش فيه في ترياك ضوئي وفي ترياك العادي إذن كيف نعرف ترياك ضوئي نلقوا في ترياك مع بعث للضوئي وانت لقى بعث ضوئي معها ترياك وسميه ترياك الضوئي إذن AMO C-3021 هو عبارة عن ترياك الضوئي إذن ترياك الضوئي يجمعوا وش يسميه سميه منفذ متصدر إلكتروني يخدم كما المراحل الكهرومي يتسمي هذا وش يكون إلكتروني إذن وش وظيفة ترياك الضوئي وظيفته عزل الدارة الأولى اللي يدار التحكم عن الدارة الثانية ليدارة الاستطاعة ولا وش نقوله هذا ترياك الضوئي وش وظيفته وظيفته توفير القدحات الواش للترياك العادي ترياك العادي بيمشي لازم له قدحات شكري يوفر له قدحات اللي هو ترياك الضوئي إذن ترياك الضوئي يسمى منفذ متصدر وظيفته عزل دارة التحكم اللي لكم تشوف فيها منها على دارة الاستطاعة اللي فيها مقاومة التسخين الـ R1 R1 بما أنه مربوط على التسلسل مع ثنائية الضوئية تعال ترياك الضوئي إذن وش وظيفته تحديد الترياك لحماية ثنائية الضوئية لترياك الضوئي رحوا لي بعدها بتياء 800 وهو عبارة عن ترياك وش وظيفة ترياك ووظيفة تحكم في التوتر بين طرفي الحمول عن طريق زاوية القدح كل ما تزيد زاوية القدح وتنقص زاوية القدح وش حيث يزيد التوتر وينقص التوتر جماعة لموش فاهم ترياك الضوئي وترياك العادي وش يدير يضغط على رقم 12 يسار الشاشة في تطبيق G2020 رحوا لي بعدها طابق هذا اللي أطلعناه هو عبارة عن عداد باستخدام 74 ألاس تسعين حكينا عليه المقحة هذتي واحد يعمل في حالة التبديل ووظيفة التحكم في تغذية الوشعة ووقتها يكون هذا المقحة المشبع لما أن يكون محقق لازم حتى العداد يوصل مئتين وخمسة كيوصل عداد مئتين وخمسين وش معنتها أنتولي تسوي واحد منطقي المقحة هيكون مشبع الوشعة مو مغنطة تمس هذا وش حيصر له انتبعوا تمس هذا وش حيصر له راح يتغلق هذا تمس راح يتغلق إذن هذه إدارة العد رحوا الطابق لبعضه الطابق لبعضه بما أنه فيه مكثفة سي واحد وعندي تمس تحكم في تمس إذن هذه سميها مؤجلة ونسميها مؤجلة تماثلية باستخدام مقارن تماثل إذن هذا المثل يمثل مقارن تماثلي وش يدير هذا المقارن تماثلي يقارن بين توطر مرجعي اللي وفره لثناء زينر وتوتر المكثفة نسميه توطر متغير إذن ثناء زينر وش وظيفته وظيفته توفير توطر مرجعي لقطب العكس المكثفة سي واحدش معه وش وظيفتها الشحنة والتفريق وهنا زمن تأجيلوش يسوي زمن شحن المكثفة إذن تشحن المكثفة عبر R1 و P وبما أنه يكون مقامة متغيرة P إذن هذا التركب وش يمذلي زمن تأجيل قابل للضبط ��도 مسأم وش وظيفته وظيفته وإذن وبما أنه التركب هو عبا مؤجنة وش وظيفته وإذن بالتأجيل P مقامة متغيرة بما أنه تركيب تأجيل وش وظيفته P ضبط زمن تأجيل إذا ما ديت لها صف gilt لك أقل قيمة زمن تأجيل وإذا ما ديت لها أكبر قيمة لك أكبر زمن تأجيل كل ما تزيل يزيد زمن التأجيل التأجيل. المقاومة R1 اللي هزادوها جماعة باي حدو اقل قيمة زمن تأجيل. لو كان ما نديروش R1 حتكون عندي مقاومة متغيرة بي. بي اقل قيمة تسوي الصفر مع انت زمن تأجيل يسوي الصفر الثانية. لو كان مثلا حاب تخدم تركيب واقل قيمة زمن تأجيل ما كش حابو يكون صفر ثاني واحد ثاني ولا ثني ثانية تزيد مقاومة على تسلسل. رحوا لي بعدها تي ثنين وشي هو هو عباء عن مقحة المصفات كان الان يعمل في التوترات الموجب ونسميه احادي قطبية. جما علي موش فهم مصفات وشيدير يضغط على ايقونة رقم 13 من تطبيق جي 2020. رحوا لي بعدها طابق لي بعده لي هو طابق ثنين يسميه مضخم سينف بي. كيف عرفت مضخم سينف بي. تلقوا في زوج مقاحل مقحل ام بي ومقحل بي ام بي. وتلقوا ديودات زيلة تشوه وتلقوا الحمول اللي راني حابين نضخمو لها التيار ولا نضخمو لها الاستطاع. اذا وشي الاسئلة الواردة مواضفة مقحل تي واحد. تي واحد هو مقحل ام بي ثنائي القطبي ووظيفة تضخيم نوبه الموجبه. جماعة هذه الاشارات اللي انا حاب نضخمها فيها نوبه الموجبه ونوبه السالبه. لو ما نده مقحل ام بي فقط. النوبة الموجبه يظخمها من نوبه السلبه ما يمارهاش. اذا ب Guan mansion عنديني شقائلية وجيه هتولي محثوفه. إذا في هذه الحالة وجي نسميه لدى مقاحل ام بين الضخم النوبه الموجبه ونقف الثاني لي هو تي ربعة ام بي هي ظخم لنوبات السلوبه. رحوا لي بعد اتحابات دي ثلاثة ودي ربعة لاشاثات الخروج ستخرج اشار مشوهة وش هو السبب تاها بسبب توطر العتبة لمقحة الانبيا اللول وتوتر العتبة لمقحة تيار ربعة بنت خلصوا من تشوه لازم نجيبو ديو ديت دي تلاثة و ديار ربعة لازم توطر عتبة في زيرو تاعة ديو تلاثة يساوي توطر العتبة تاعة في بيو تاعة المقحة سيثنين شو وظيفتها وظيفتها حجب الطيار المستمر على تيار متنوع بها تيار هذا المستمر ميروحش لتيار متنوع جماعة لي موش فاهم مضخم سينف بي وش دير يضغط على رقم 14 يسار الشاسف في تطبيق جي توني توني روح لي بعدها ميكرو مراقب بيك 16 اف ربعة وثمانين اه جماعة لي حاب يفهم ميكرو مراقب وش دير يضغط على رقم خمستاش هيا روح لي بعدها جماعة اذا اه وش الاسئلة الوريدة هنا يا السؤال اول شي يقولك ما وظيفت هذا الطابق بما انه كين كوارتز اذا هذا الطابق شو وظيفته توليد ايشات ساعة ولا توفير نبضات باستخدام كوارتز مدى المتوسط بسكو عطالي ربعة ميكا هرتز روحوا لي بعدها هنا عندي ملتقطة جماعة الار اثنين جماعة كين جماعة عندهم اشكالية في البيك 16 اف ربعة وثمانين اه ما يعرفوش المداخل وما يعرفوش المخارج جماعة نعطي هاكم طريقة بسيطة كيف هتعرف بلي ار اثنين يكون مدخل ولا مخرج شوف اذا لديت الملتقطات ولا ازرار ولا لا جامع مق Avengers Home Co-lector مans �ني مابربتي بعض الارار مربوطة بالملتقطات ما سأبي الغرار ولا مبنس من الملتقتات عند الع chief سأبيه لا مداخل بcasつ مئة اثنين غرفين معين لعرفو شوف بالتحقيق كما هنا Ellen A4 بش مربوط مربوطة مربوطة ممكن收ت سواء المفتوح ولا مغلق اذا سميوها سميوها بدخل. رحوا لي بعدها عندي عندي هذا اير بي ستة اير بي ستة نسموه مخرج. استاذ كيف عرفتم مخرج? نجد نعطيها هاكم طريقة بسيطة شمعه كيف تعرف مخرج? كتلقى قطب مربوط بالمنافذات المتصدرة ولا تلقى هذا القطب مربوط بالقاعدة تحت ترنزيستور. ركزوا معاملها. قاعدة ترنزيستور. اذا كما كنت لاحظوا اير بي ستسميوه مخرج. رحوا لي بعدها اير بي خمسة كذلك مربوط بقاعدة دارلينتون. اذا سميوه كذلك مخرج. وهذا المقاح اللي اعطاهمنا رقم تلاحظوا بلي كان ام بيان ام بيان مع بعضهم يعطونا مقحل جديد ذو معامل تضخيم كبير جدا وسميوه دارلينتون. جمع اللي يحب يفهم مقحل دارلينتون وشيدير يضخط على رقم تلوتاش. رحوا لي بعدها اه المخرج تعمل ميكرو مراقفة يتحكموني يتحكموني في موزع رفعة. اذا وشي الاسئلة الواردة هنا يقولك ما هو النوع الموزع. اذا موزع اول حاجة احسب له عدد الغرفات. ثاني حاجة احسب له عدد فتوحات في غرفة معينة. وثلاث حاجة اعطي لهم نوعات تحكم هل هو ثنائي والله احادي ازا استقرأ. هاي نشوف اجمع. اذا هنا كده عندي غرفة عندي زوج. اذا نكتبو اه موزع ثنين سلاش. بعدها سلاش واش? سلاش تلاثة ولا ربعة ولا خمسة. اذا نخيل غرفة من غرفة هذا. مثلا نخيل هذه الغرفة. نبدو نحن. هذي نقطة واحد. وهذه وش هي نقطة ثنين. وهذه فتحة ثلاثة. وهذه فتحة ربعة وهذه فتحة خمسة. اذا وش هنا الموزع ثنين سلاش خمسة ثنين. غرفتين خمسة خمس فتحات. من بعدها روح نشوفو نغتاح ووحادي استقرأ ولا ثنائي استقرأ. اش ما عليكم تلاحظوا هنا يا وش كينا? عندي دي سي زايد. وهنا عندي دي سي ناقص معانتها تحكموا على اتجاهين. هن وش نسميه ثنائي الاستقرأ. لو كان جا هنا كان دي سي زايد وهنا كين نعبض ارجاع. وش نسميه موزع وحادي استقرأ. إذا هذا الموزع اسميه موزع ثنائي الاستقرأ. من بعدها وش نحن نشوفو هل هو كهربائي ولا هوائي ولا كهر وهوائي. بما انه كين رمز الوشعة معانتها كهروميانات السير وكين رمز المثلث معانتها هوائي. إذا نشيه نوع التحكم كهر هوائي. رحوا لي بعدها طابق هذا جماعة. وش واضح هذا الطابق؟ شوفوا من ما خلاش تعاون لما رايح. رايح ام كير معنى وظيفته تهيئة البرنامج. معنى ترجوع البرنامج الى سبط الابتداء. إذا نجمع هذا تركب وظيفته تهيئة الميكرو مراقب. وبما انه فيه الارسي مع الاسي ربعة وش نسميه تهيئة الالية. وبما انه كان بطل بصوار الضغطة سميه تهيئة يدوية. إذا هنا قد عندي طريقة تهيئة كينزوش طرق. إما طريقة تهيئة آلية عن طريق ارسي وصي ربعة. أو تهيئة يدوية عن طريق ارستة والبطل بصوار. وودي خمسة هدا يخلي تيار يمشي في اتجاه واحد. رحوا لي بعدها اعطانا مبارمج الالي لبي. قاد يجيك سؤال كيف يعطيك بذلك يقولك شخونه ما الدخول. إذا مطاية الدخول وشي هو اكس واحدة. إذا اكس واحد مربوطة بالمدخل ايمبوت واحد. اكس ربعة او اكس خمسة مربوطين من مدخل ايمبوت اثنين. وي ثلاثة مربوطة بالملتقط ا. وي ربعة باش مربوط مربوط بال اكس واحد بار. اما المخراج هنا قد عندي مخرج عندي مخرج واحد او اثنين اوتبوت باش مربوط مربوط بمربوط بالرافعة دي في. رحوني بعدها بما انو هذا الاب مبارمج الالي يشتغل تحت توتر ربعة وعشرين فولت مستمر. إذا في هذه الحالة اوش لازمني لازمني محول خافض ولازم لي تقويم. اذا اوش لازمني لازمني ميتين وعشرين في اصي متناوبة ونحولها نحولها 24 فولت دي سي. جماعة اللي موش فهم لا بي يضغط على رقم ستاش يسار الشاشة في تطبيق جي توني توني. اذا طابق هذا بما انو في محاول نسميه طابق التخفيض. واش واضيفة والله سميه طابق التحويل واش واضيفته تخفيض التوطر من ميتين وعشرين فولت الى توطر او اع. الطابق الثاني بما انو كان جسر قريتز وكان غير الديودات. اذا سميه تقوييم ثنائي النوبة غير متحكم فيه. واش واضيفته. واضيفته تقوييم اشارة واجعلها في اتجاه وحد. الطابق الثالث بما انو عصر الاساسي هو المكثفة السي نسميه طابق الترشيه. وطابق الاخر بما انو فيها ريجلات ومنظم التوتر 78-24 مع انو تثبت توطر الخروج 24 فولت. اذا سميه طابق التنظيم ولا طابق تثبيت التوتر. واش معنى تترميز 78-24؟ 78 هذا المنظم أن يستطيع التوترات المجابة. إذا كانت توترات سريبة، يجب أن نضعها بـ 79-24. 78 توترات المجابة و 79 توترات سريبة. و 24 هو توتر الخروج المثبت. كما المعاقب يمشي بـ 24 فولت مستمر، يجب أن نضع دارة 78-24. إذا كانت تتية تتية تمشي بـ 5 فولت، يجب أن نضعه بـ 78-05. يجب أن نضع دارة الاستطاعة لمحرك إقلاع مباشر إتجاه دورا واحد مع المكبح في حالة الغياب. ما هي الأسئلة الواردة هنا؟ قد يقول لك سؤالنا يكتب لك هذه الكي وماذا هو وظيفة الكي؟ هذا الكي وش نسمي عن قاطع العازل مع الفواصم وظيفته فتحة وغلق يدويا بتدخل إنسان وحماية من التيارة العالية لأنه كان منصحرة. ثاني حاجة رقم الثنين، رقم الثنين اللي هو ملامس كونتاكتور، وش وظيفة هذا الملامس؟ وظيفته فتح وغلق آليا من دارة التحكم. وثلاثة وش هو العنصة التقنية ثلاثة اللي هو المرحل الحراري، وش وظيفته؟ وظيفته حماية المحرك أم واحد من فرطة في الحمولة، هناك يقول لك سمي واحد واثنين وثلاثة. أما العنصة التقنية وش هو مكبح ميكانيكي، وش وظيفته؟ وظيفته كبح المحرك أثناء غياب التيار، ومجرد تقطع التيار وش دير هذا المكبح يفريني وش هو يفريني دوار تاع محرك أم واحد. وهذا الإقلع نسميه إقلع مباشر، اتجاه دوارا واحد عندي كونتاكتور واحد، ويحتوي على مكبح في حالة غياب التيار. جماعة زينا للمش فهم دوار التحكم والإستعال المحركات وش دير يضغط على رقم 17 في التطبيق جي توني توني. رحوا لي بعدها، أعطنا حمولة ثلاثة الطور لمحرك أم واحد، وحبي نقص الإستعال، مهنة وش استخدمنا؟ استخدمنا طريقة تجربية بطريقة واط مترين، بواط متر واحد وواط متر اثنين، وش هي الأسئلة اللي قد أجيكم هنا يا جماعة؟ القل قد يقول لك، أحسب الإستعال الفعالة القلية، بطريقة واط مترين يستقبل اسطاع الكلية وش تسوي؟ تسوي بواحد زايد بي اثنين. والإستطاع الاتيكاسي الكلية كماذا تساوي؟ تساوي جذر ثلاثة في P1 ناقص P2 والإستطاع الظاهرة الكلية S سنجوها من المثلث الإستطاعات وتساوي جذر P4 الكلية اللي حسبتها أنتعية زايد Q4 الكلية اللي حسبتها أنتعية هذا بنسبة طريقة واط مترين اللي ما وشفهم طريقة واط مترين يضغط على رقم 18 نروح لبعدها نروح الجدول هذا لمحاول تير هذا المحاول الفوت على ثلاث تجارب التجربة الأولى اللي هو واحد، وش هيه نوع التجربة؟ olic OK compresses انتع Sharon fan what he is now speaking Rose دمots fits even first هنشوفو تجربة واحد بما أن criterتيار ثانوي يمية 0 من التعركاء لا يقوم بالتغيير كيف تجربة الفرق؟ لماذا؟ لأنه تيار ثانوي رغو يساوي صفا. أما تجربة ثانية جماعة رقزهم عامل احتيار ثانوي موجود. ميت توطر ما كيهاش يساوي صفا. شكوني يخلي. وش هي التجربة اللي يتخيل للي توطر ثانوي يساوي صفا هي تجربة القصة. نقلب الملف الثانوي على شكل سلك. إذا هنا وش نسميها تجربة القصة. وتجربة الأخيرة بما أنه كين تيار وكين توطر في الملف الثانوي نسميها تجربة الحمولة. تلميذي الأعزاء لي ما هوش فهم محاولات شدير يضغط على رقم 19 في التطبيق جي تواني تواني حيقا كل شي بالتفصيل ومحاولات حتوليكم بسبوسة إن شاء الله. إذا جمع هذا التركيب ماذا يمثل؟ يمثل دارة تحكم والاستطاعة لرافعة C. إذا دارة الاستطاعة اللي هي كما كم تشوفوا رافعة ثنائية المفعول. أستاذ كيف عرفتها من ثنائية المفعول تحتوي على أمبوبين. والأمبوب الأول موجود في الغرفة الخلفية والأمبوب الثاني موجود في الغرفة الأمامية. لو كان عطيت نابض الإرجاع نسميها رافعة أحاديت المفعول والله بسيطة المفعول. أما الموزع شفناه من قبل حكينا عليه اللي هو نسميه دارة التحكم وهذا الموزع 2.5 تحكم ثنائي الاستقرار كهرو هواي. رحوا لي بعدها ميكرو مراقبة أعطى لي برنامج التأجيل وهذا مستبعى نوعا ما. وعلى هذه ما نشحب نتعبكم به وما نشحب ندخلكم به لأنه لو كان يجيك التأجيل في الميكرو مراقبة يعطي لك حلقة واحدة. ولا يعطيك حلقة متساسلة مش يحمد لك حلقات متداخلة. هذا بنسبة تأجيل باستخدام ميكرو مراقبة. رحوا لي بعدها أعطانا ملاحق. أول ملحق هو ملحق حق الجدول اختيار المقادح بان اختار المقادح لازم تحسب تيار وتوطر في التركيب ولازم هذوك المقادر تحت تركيب يكونوا أقل من مقادر مأسان. إذن وش هي الأسئلة هنا قد يقولك سؤال وش هو المقداح المناسب للتركيب وهذا حنشوفهم بالتفصيل إن شاء الله. لي بعدها أعطانا لوحة إشهرية المحركات إذا نعطى لي 1.5 كيلو واط هي استعر مفيدة. 1.440 هي سرعة المحرك الدوار إذا نجمع عطوصي تقولي آناس هذه الآن والآنس تستنتجها تسوي 1.500. رحوا لي بعدها كوزفي هو معامل الاستطاعة. بي اش تسوي ثلاثة معانتها محرك ثلاثي طور. 120 معانتها توطر الاسمي في حالة ربط مثلثي. 680 معانتها توطر اسمي في حالة ربط نجمي. 50 هاتس توطر المحرك. وهنا 6.65 معانتها تيار الاسمي ممتصم طرف المحرك في ربط مثلثي. 3.84 هو تيار الاسمي ممتصم من طرف المحرك في حالة ربط النجمي. رحوا لي بعدها وش أعطينا ملحق ثلاثة جدول اختيار مراحلات الحراري. إذا كما تلاحظون قد عندي مراحل حراري عندي خمس مراحلات الحراري. كل مراحل حراري عنده مجال الضبط. بقى نختاروا مراحل حراري وش لازمني؟ لازمني تيار الاسمي تعل المحرك ينتمي إذا هذا المجال. نفترضه مثلا نفترضه أن هذا المحرك ربط مثلثي. إذا وش هو تيار الاسمي يمتصه؟ 6.65 أمبي. لازم هذا التيار ينتمي إلى مجال الضبط المراحل. إذا شكروا المراحل المناسب اللي هو المراحل رقم واحد. لماذا؟ لأنه تيار الاسمي تعل المحرك 6.65 ينتمي إلى مجال الضبط اللي هو 5.5 إلى 8. وهنا الفاصمة المرفقة أم معيارتها 12. ولا نقدر الفاصمة الجيال اللي معيارتها 20. وهنا وش هو اسم كونتاكتور وهنا اسم ريفيرانس تعوه وهنا الوزنة تعوه. جماعة اللي عندهم مشاكل في المحركات يضغطوا على رقم 20 يسار الشاشة في التطبيق. رحوا لي بعدها في الملحقة ربعة. نعطينا جدول اختياط مراحلات كهرومي ناديسية. ومرة جيدة نعطيكم تفسيك فنختاروه. ملحقة رقم 5 أعطانا جدول اختياط مقاحل. مرة جاية إن شاء الله نعرف بطس كيف نختاروه المقاحل. ملحقة رقم 6 أعطانا جدول اختياط ثنائية زينة. كذلك مرة القادمة إن شاء الله نعرف كيف نختاروه ثنائي زينة من كل هذه الثنائيات. ملحق 7 أعطانا أستيان. مرة جاية نحتاجوها بزبزف خاصة كيجون نحسبوه توطف في درجة حرارة معينة. ملحقة رقم 8 أعطانا محاولات. كما كنت لاحظوا محاول الأول تياس ربعين ثناش. هو محاول خافض يخافض تواطر من ٢٢٠ فولت إلى ٢٠ فولت. تياس ربعين محاول خافض يخافض من ٢٢٠ فولت. والمحاول الأخير يخافض تواطر أول ٢٢٠ فولت و ٢٤٤ فولت. وكيف نختاروا محاولة نختارهم على الحمولة. إذا كانت حمولة تعكتم ب ٢٤ فولت نختاروا من محاول الثالث. إذا كانت حمولة تعكتم ب ٩ فولت نختاروا من محاول الثاني. والملحق 9 أعطانا سجل إعدادات مادية. بإذن الله هذا الكاميرا سنجاوب عليهم بالتفاصيل للحصص المقبلة إن شاء الله. الملحق 11 أعطانا وثائق تصانع الدارة مندمجة ٢٠٢١. الملحق 11 أعطانا وثائق تصانع الدارة مندمجة ٢٠٢١. وعلى هذي وشكوتكم كي أعطاكم دارة مندمجة ٢٠٢١. شوفوا المود هل هو مربوط بالجياندي ولا بالفي سي سي. إذن كما تلاحظوا هنا إذا كانت أم مربوطة بالجياندي مع أنت أم يسوي لو ادي هذا الجدول أخدم به. إذا كانت أم مربوطة بالفي سي سي مع أنت أم تسوي أش يدي هذا الجدول وأخدم به. الملحق 12 أعطانا وثائق تصانع الدارة مندمجة ٢٨٠٩. نحتاجه كي نوصله هذا السجيل العام. الملحق 13 جدول الإختيار الثنائية والمقاحل. مرة جينا نخدم بهم. والجدول الثنين وثائق تصانع للثنائية. هنا تلميذ الأعزاء وصلنا الأسئلة. وبإذن الله حص المقبل أن شاء الله راح نحلهم كامل. كما كم تلاحظوا كان ١٤٤ سؤال. وهنا جماعة وصلنا الوثائق لإجابة كما كم تلاحظوا فيهم. وصلنا إلى نهاية الحصاء وما أبقى عليه يبقى لكم غير السلام. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر